كتير جدا في تتوجات على مسيرة كل الفرق ولكن نادرا ما نشوف لقطة بيجي ناس او معلقين او معلقين على الحدث بشكل عام يقفوا عند لقطة تكريم لرئيس نادي جوه التتوج ما شفناهاش قبل كده عشان كده محتاجين نسمع كلام حفيز دراجي اللي كان لامس فيه المشاعر الخالدة دي في اللقطة دي نطلع ونشوف الفيديو كابتن وقال مندحين عن صورة اللاعبين وهم يد كلهم لرئيسهم ولنجمهم ولتاريخهم ورصيدهم الشخصية المحترمة محمود الخطيب كانت صورة رائعة جدا صورة الاحتفالية التي انتهت بها ايضا حفل التتوج كانت رائعة شخصيا وحتى كل اللي كانوا موجودين هنا لم يكونوا يتوقعون مثل هكذا نهاية واحتفالية بتتويج نادي الأهلي وبختام كأس السوبر لهذا الموسم رمزهم وقائدهم وسيظل احنا ما نقدرش ننكر ان احنا فعلا بنحب كابتن محمود الخطيب لان دي حاجة صعبة جدا ان انت تقاومها وربنا يديك الصحة يا كابتن محمود وان شاء الله باذن الله نحقق مزيد من البطلات لان انا وصق ان حلمه مع النادي الأهلي يا أسامة لسه كتير جدا عشان نوصل لله هو بيفكر فيه النادي الأهلي بالتأكيد يا فارس وبالفعل ما نقدرش ننكر بل بالعكس ان انا بنفتخر بحبنا للكابتن محمود الخطيب هذا الطفل اللي هو ماسل امامكم اللي كان بيبكي في وقت اعتزال الكابتن محمود الخطيب كبرته انا وهذا الطفل لم يجبر في حب الكابتن محمود الخطيب فكل التهنئة للكابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة بالكامل اللي بيبزل كل الجهد من اجل رفعة النادي الأهلي والحقيقة ما كانش ينفع اننا نفوت اللحظة دي ومعانا طبعا مقدم جميل زمال كاوي هو الاستاذ عمر أديب كان لازم نشوفه طبعا وهو بيهني النادي الأهلي على طريقته الخاصة ويا رب دايما نسمع منه كل المباركات بعد كل البطلات نشوف فيديو للأستاذ عمر أديب ونرجع نعاقب النادي الأهلي قدر يتماسك في الشوت التاني وشريف جاب جون من مركة عماد متعب الولد ده مجسب للنادي الأهلي مجسب حقيقة يعني شريف وطاهر كمان وكل لعيبة الأهلي النهاردة كانوا رجال وكان فيه موقف اللي احنا شايفينه النهاردة لو سمحت نرجع الصورة اللي وراء انه كل اللعيبة وهي طلعة على منصة التتويج كانت بتقلع المديليا بتاعتها وتلبسها للأسطورة محمود الخطيب صورة كانت جميلة جدا لعيبة كلهم لبسوا المديليات كلها لمحمود الخطيب النهاردة الجمهور المصري في الدوحة كان مزينا للبطولة وكان اللاعب رقم 12 وحاجة جميلة بنهني النادي الأهلي على هذا الفوز العظيم الجميل ومن الدوحة معنا الأستاذ طارق قنديل عدو مجلس إدارة النادي الأهلي ألم بيك يا فانديم ألم بيك يا أستاذ عمر وربنا يديم تانيك لنا دايماً كده يا باشا لا بس زيت زيت بقى هو كل شوية هو كل شوية كدير كده لا ما نقولتلك يا باشا إن شاء الله بتتعود هتبقى أهلاوة يا باشا لا 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 شوية بقى تنحوا شوية بقى سيبونا دوري كاس كده إن شاء الله ربك كريم ربنا يديمها نعمة يا رب والله حاجة جميلة جدا ألف مبروك أنت كنتم بتموسنه مصر النهاردة وأداء عظيم ومظهر مشرف الأستاذ طريق أنديل طبعاً بيقوله مش هنسيبك اللي لما تبقى أهلاوي بس الأستاذ عمر أديب زهق أنت هتزق كتير الأستاذ عمر لأن الجاي كتير وكتير إن شاء الله بس أنت المفترض تكون أعتدت خلاص يا أستاذ عمر لا اتعود وأنا فعلاً بحب جداً تعليقاته هو زملكاوي ولكن يعطي النادي لأهل حقه وأي إنسان موضوعي حيكون دلسان حاله لأن فعلاً النادي الأهل حاجة من الاتنين يا على الأهل تحترمه لو ما تقدرش تحبه لأن انت غير منتمي ليه يا إما حتكني ليه مشاعر سلبية جداً عشان تحاول تغرب من فكرة تفوقه عليك